السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طريقة مسح بيانات التصفح على الجوال أو مسح مواقع الإنترنت التي تمت زيارتها داخل هواتف سامسونج جالكسي والتي تم حفظها على الجهاز في البداية نشغل متصفح الجوال بعد أن نشغل متصفح الجوال نذهب إلى زر الخيارات الموجود بأسفل الجهاز ونختار من هنا أمر الضبط نضغط عليه هنا نختار أمر الخصوصية والأمان سيظهر لدي مجموعة من الخيارات الخيار الأول مسح الذاكرة المؤقتة والخيار الثاني مسح المحفوظات سنقوم بمسح الذاكرة المؤقتة فنضغط على هذا الخيار ستظهر لي رسالة التأكيد أضغط على أمر موافق الآن نقوم بمسح المحفوظات نضغط على أمر موافق هكذا نكون قد مسحنا كافة المواقع التي تمت دخول إليها في جهاز الأندرويد لأجهزة سامسونج جالكسي دومتون بود ترجمة نانسي قنقر